غالبا يا بتاع فلام يعني غالبا ده هيبقى اخر فيديو تريلر ري اكشن لمسلسلات قبل رمضان غالبا ولو نزل مثلا مسلسل او اعلان تقيل جدا محتاج ان احنا نعمل عنه تريلر ري اكشن كده كده هعمل على طول بس بقول لك غالبا عشان الله اعلم انا مش عارف ايه اللي جاي لغاية دلوقتي او اللي حينزل فيه ما بعد ممكن مسلسل حشين يعملوا اعلان مفاجأة يبقى ديقتين او حاجة زي كده هنعمل عليه طبعا وممكن مسلسلات تانية او حاجات تانية ممكن انتكلم عليها لو نزل اعلان طويل وكده ولكن مسلسل ان احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي انا متحمس له جدا واحد من الاعمال الكوميديا اللي انا متحمس لها جدا في الموسم الرمضاني وهو مسلسل خالد نور وولده نور خالد اتأكد بس من العنوان صح ايوا خالد نور وولده نور خالد ليه متحمس المسلسل طبعا زي ما انتوا شايفين في البوستر الفنان شيكو وايضا كريم محمود عبدالعزيز فاحنا دول واحدهم يخليك ان انت متحمس المسلسل ولكن ايه اللي اكتر واكتر واكتر وتكلمت عنه قبل كده في الحلقة بتاعت شام ماجد بتاعت اشغال شقة ولكن هنتكلم اكتر واكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن المسلسل بس قبل ما نبتدي حلقة بتوع افلام يلا الدعم الموسم الرمضاني عشرين اربعة عشرين لايكات كتيرة جدا 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 وتشارح حلقة دي في كل حتة واتمنى طبعا لو انت جديد بتفرج عليا لأول مرة تشارك في القناة بعد اذنك دلو عجبتك الحلقة طبعا وطبعا ايوا تنسوا اخواتنا في جميع الوطن العربي سواء بالدعاء او بالتبرع وحسب لكم لينك التبرعات تحت في الدسكريبشن ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا مزا عليكو انا احمد كمال بتاع افلام مبدان كده بتوع افلام مسلسل خالد نو انا مش قادر اقولها كتير من بطولة مع عفز الالقاب للجميع شيكو كريم محمود عبدالعزيز ايا سماحة دونيا ماهر حمزة العيلي دونيا سامي شريف رمزي محمد عبدالعظيم وسلاح عبدالله هتقولي طب ايه ابو حميد اللي محمسك للمسلسل غير ان الابطال اللي انت بتحبهم جدا هقولك غير كده كمان الفنانة دونيا سامي من ممثلات الكوميديانات اللي انا بالنسبالي من النوادر الموجودة دلوقتي في الفترة الحالية فانا مبسوط جدا ان هي اخدت فرصة في مسلسل رمضاني مع نجوم جامدين جدا في الكوميديا ويعتبر من التقال جدا في الساحة الكوميديا في الفترة الحالية وايضا انتوا عارفين ان انا بالنسبالي اهم حاجة الكتابة والاخراج طبعا بس الاهم بالنسبالي الكتابة المسلسل ده من تقليف المؤلفين اللي انا قلتلكم في كذا حلقة قبل كده انا بحبهم جدا متوقع ليهم مستقبل تقيل وجامد قوي وهم المؤلفين كريم سامي وايضا المؤلف احمد عبد الوهاب وانا قلتلكم انها شفت اللي اتنين قبل كده في مسلحية ان السنة بتحدوني سامير غانم وبالنسبالي كانوا اكتر حاجتين دحكوني في المسلحية وخاصة احمد عبد الوهاب واللي اتنين قبل كده اشاركوا مع بعض في كتابة في واحد من اكتر مسلسلات الكوميديا لنجحة خلال الفترة الماضية او الفترة الفاتة او السنة اللي فاتة يعني هو مسلسل البيت بيتي وهم دلوقتي اساسا بيصوروا الجزء التاني من المسلسل واللي اتنين دلوقتي يشاركوا في كتابة مسلسل خالد نور ووالده نور خالد ولكن اكتر حاجة بقى محمساني على المسلسل ده ككل هو الاخراق انتوا عارفين ان انا المخرج محمد امين يعتبر من اكتر المخرجين اللي انا بحبهم في حياتي واحد من اكتر المخرجين الاندر ريتت في مص وواحد من اكتر المخرجين اللي انا قلتلكو بحبهم جدا وكل افلامه انا متعلق بيها بشكل شخصي بطريقة غير طبيعية فانا مبسوط جدا ان هو خلال الفترة الفاتت رجع وبتدى يعمل اعمال هو كان غايب تماما ويعني دلوقتي المسلسل بتاعه ده نازل في رمضان عشرين اربعة عشرين وفيه فيلم كان المفروض ينزل اللي هو كان اصل الحكاية اللي كان بطولة خالد صاوي ويوسف عصمان والفيلم بيولو عليه بلاس 18 والفيلم ده كان مفروض ينزل في المعمعة بتاعة الافلام اللي نزلت في موسم راس السنة ولكن الفيلم تأجل فعالية طرى تأجل بسبب الرقابة ولا بسبب ايه بس عموما هو شغال وفيه فيلم ليه جديد حينزل وحيبقى من تأليف ومن اخراج وانا بحب جدا لما محمد امين يعمل عمل من تأليف ومن اخراج هتقول لي يا ابو حميد طب معلش انا قاسف جدا محمد امين اه اكيد مخرج جامد طالما انتو بتقولوا علي كل الكلام ده وبتحبه جدا سهو اعمل ايه احب اقول لك فيلم ثقافي احب اقول لك مثلا باقي الافلام هو يعتبر اكتر مخرج في الحجبة الاخيرة او في حجبة الالفية عمل افلام دارك كوميدي واحلى افلام دارك كوميدي عندك ليلى تسكوت بغداد عندك بنتين من مصر ولو انت عندك اكتئاب ومتدايق من الحقيقة عموما ما تتفرجش على بنتين من مصر دلوقتي خالص عموما يعني وايضا فيلم واحد من الافلام المهمة جدا الجميلة فيلم فوبراير الاسود من بطولة الراحل طبعا الله يرحمه خالد صالح فانا بكل التشكيلة دي احيان يو مش متحمس او اكيد متحمس تمام فحنشوف التريلر مع بعض ولكن في حاجة يعني الحالة دي هتبقى مختلفة لان فيه اتنين تريلر واحد تبع شاهد واحد تبع ام بي سي مصر فاحنا هنشوف الاثنين تريلر مع بعض نبتدي الاول اللي هو بتاع شاهد اللي هو لمدة دقيقة واحد فالله بينا بتاع افلام لأي حد لسه مشافش اعلان نتفرج عليه مع امال 5-4-3-2-1 ده الاعلان الاولاني وانا حقول لكم طبعا التعليق او البلوت نفسها عاملة ازاي بس ايه بعد ما نشوف الاعلان التاني اللي هو دقيقة و 15 ثانية على ام بي سي مصر ف5-4-3-2-1 بوشكاش محفوظ بيضحي وحنعمل اعلانين في حلقة موسيقى 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 رمضان يجمعنا رمضان يجمعنا كل شون طيبين مبدئيا قبل اي حاجة طبعا هقولها لكم كثير خلال الفترة الجاية ولكن هتقول لي ايه تعليك طب يا ابو حميد مبدئيا عجبك الاعلان الاولاني ولا التاني اكتر الاعلان التاني اكتر الاعلان التاني بيبين لك ملامح اكتر وكده ولكن انت شايف يا ابو حميد انا شايف من وجهة ناصري ان احنا بنشوف مش اعادة ولكن غالبا المواقف الكوميديا الكتير اللي احنا شفناه من خلال فيلم قلب امه ممكن تشوفه من خلال الفيلم ده هتحسوا ان هو بدل استبدله قلب امه بقلب امه يعني شيكو الاين بدور والده الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو غالبا شغال في مفاعل نووي فالمفاعل نووي ده بسبب ما حصل انفجار فهو هو وصل للسنة اللي احنا فيها ده ده اللي انا فهمته من الاعلان هو برضو مش مقتنع بدا اللي هو اكيد انا لسه في السنة مش عارف ولا العكس ولا شيكو هو اللي جاي من قدام حنشوف ولكن فكرة انك انت تشوف شيكو بيتفرج على شيكو هو صغير كريم محمود عبدالعزيز هو ابو شيكو فاحنا هنشوف مواقف كتيرة جدا كوميدية مو متأكد بازن الله المسلسل ده هيبقى واحد من اقوى الاعمال الكوميدية اللي موجودة في رمضان عشرين اربعة عشرين وطبعا لو حصل العكس هنطلع نقول هنطلع نقول بكل امانة وكل شرفية وبرضو من الحاجات المهمة في المسلسل ده ان هو يتكون من خمستاشر حلقة واغلبية الاعمال الكوميدية خمستاشر حلقة الا مسلسل الكبير غالبا هو اللي هيبقى تلاتين حلقة فهل انت متفائل بالبلوت دي هل يا طرح هتشوف المسلسل ده هيبقى واحد من الاعمال الكوميدية اللي حتكسر الدنيا في رمضان عشرين اربعة عشرين حتى الان زي انا بقول لكم انا حاسس ان الحسان الاسود في رمضان هي الاعمال الكوميدية عموما وحنشوف كده كده هنشوف خلال الفترة اللي جاية قربنا كل ساوند طيبين فاضل خلاص اقل من اسبوعين على رمضان باذن الله كل ساوند طيبين وسؤال الحلقة مين اكتر مسلسل كوميدي انت شفت اعلانه لغاية دلوقتي متفائل بي جدا اعتقد ان اكرم حسني لغاية دلوقتي يسا ما نزلش اعلان نزل تيزر برضو صغير اعتقد ان هو هينزل خلال الاعمال اللي جاية او لو نزل طبعا هنعمل حلقة باذن الله بس هنشوف طبعا خلال الفترة الجاية اتمنى طبعا حلقة تعجبكو اتمنى ان انتو تردوا علي تحت في الكومنتات وحرد عليكو زي ما احنا متعودين على طول وفي نهاية حلقة بتوعفلان اتمنى اتمنى من كل قلبي تزبطيني لغاية كتيرة جدا 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 دعم قوي في رمضان انا عايز منكو بقى ايه تشجيع وكلمات حلوة كده خلال الفترة الجاية واتمنى طبعا ان انت لو انت مش مشترك في القناة اتمنى ان انت تشارك في القناة بعد اذنك لو عجبتك الحلقة طبعا واتمنى طبعا في نهاية الحلقة اتمنى من كل قلبي لدعاء لكل اخواتنا في الوطن العربي اللي بيعانوا طبعا اتمنى الدعاء ليهم واتمنى طبعا الدعاء والتبرع لاخواتنا في غازة حسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكريبشن واهلا مساء عليكم